اشتركوا في القناة ما يحدث هذه الأيام مع نبينا وإمامنا وقدوتنا ورسول أرسل للعالمين كافة رحمة للعالمين وإمامه ان يحما пред Lambصل أولا لا بد أن نفهم ونعتقد个 اعتقاد جازم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ بداية بعثته إلى أن تقوم الساعة أوذي وسيؤذى ولهذا قال ورقة لما قابله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا ليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك قال أو مخرجيهم قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي يجب أن نعرف أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب 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 بعض المساعدات بعض المساعدات والشخص يتحدث عنه والشخص يتحدث عنه والشخص يتحدث عنه من المنزل ومن المساعدات لماذا؟ لأن هذا هو نفسه أنه هو مساعدة الله وذلك في الأولاق عندما يُسسر إلى الناس وفقا إلى ورقة بنوفل ورقة بنوفل قال له كل شخص يأتي مع المساعدات سيؤلون من التخطيب ويأتحدث عن الناس من أحاول أن يجب أن يشعره ولهذا لما أعلن دعوته أمام الملأ في قريش كان أول كلمة سمعها من أقرب الناس إليه عمه عمه وأبوه قد توفي فهذا أقرب الناس إليه والعمو الصن وأبيه قال له تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا and that's why when he first called his people his nation his folk I mean his tribe in Mecca and he spoke to them about the message of Islam the first person who insulted him was actually his uncle Abu Lahab سيتم تبا لك سائر اليوم meaning may you become loser that you called us for this reason والأمر الثاني لابد أن نعتقد أيضا أن الله عز وجل ناصر نبيه مهما حصل في الأرض من أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل ناصر نبيه مدافعا عنه ذابا عنه الله جل وعلا وحده as believers we must believe that Allah سبحانه وتعالى the Almighty will support his Prophet ﷺ and will defend him صلى الله عليه وسلم by himself and Allah تعالى in the Quran stated this fact in a clear manner ولهذا قال الله عز وجل في القرآن في الآية لنحفظها جميعا والتي بفضل الله الأزمات تعلم الناس بعض الآيات وتنزلها منزلة في قلوبهم قال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله it doesn't matter if you don't support him but Allah تعالى the Almighty will support him and Allah supported him كل الأمة اجتمعت على رجلين كلها تريد قتلهما والله يقول إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين and all the people came together to kill two people to kill Abu Bakr and then with salim but Allah تعالى the Almighty was there to support them and save them Allah تعالى said if you don't support them Allah تعالى will support him صلى الله عليه وسلم when they were together in the cave إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا when the people of Quraysh drove him out from Mecca and he went to the cave and he was with his companion Abu Bakr ad-Allah عنه and he said to him don't be sad don't be grieved Allah تعالى the Almighty is with us وآيات كثيرة تذكر أن الله عز وجل مدافع عن نبيه بل كان الصحابة رضي الله عنهم يحرسون النبي بالتناوب حتى أنزل الله عز وجل آية في القرآن والله يعصمك من الناس فتوقفت الحراسة عن رسول الله كانوا يسبونه يشتمونه الساحر المجنون الكاهن كل كلمات قالوا فيه والله عز وجل يقول إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ سبحان الله they used to mock him they used to belittle him they used to deride him and despite this Allah تعالى told him إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ Indeed we have suffice from those who are mocking you meaning it's just a statement but they will not at all harm me تأتي امرأة فتقول وتستهزئ قطع الوحي عن محمد بتر الوحي انقطع الوحي فينزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا one woman came in and said سبحان الله she said that the revelation has stopped upon محمد that he will not have any revelation anymore because at that time the revelation was posed for a while and Allah تعالى ربزيل immediately to him والضحى the chapter of الضحى that Allah تعالى will never leave you alone and Allah تعالى يأتي العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مات آخر ولد ذكر لرسول الله ومعلوم إن الذكور إذا ماتت انقطع الاسم فجاء هذا الرجل الخبيث يستهزئ على الأقل راعي مشاعر الرسول هذا إنسان في النهاية ومات ولد له على الأقل راعي مشاعره ومع هذا ما كان عندهم حتى مشاعر مع رسول الله فاستهزئ وقال أمام الناس بُتِرَ مُحَمَّد بُتِرَ مُحَمَّد فأنزل الله عز وجل إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ مُبْغِذُكَ وَالْأَذَلْ هُوَ الْأَقْطَعَ أَمَّا أَنتَ يَا مُحَمَّدْ فَسَيَبْقَى ذِكْرُكَ فِي الْعَالَمِينَ سبحان الله when one of the disbelievers said to the Prophet that when he lost his child, his son, the last son that he had, he came and he actually laughed at him and said that you will become with no sons. you will become abtar, you will have no progeny, you will have no children that will come, that will carry your name. And he was announcing this in front of the people of Mecca laughing at the Prophet ﷺ. But Allah Ta'ala the Almighty revealed a whole chapter just to come for the Prophet ﷺ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ Indeed, we have given you the kawthar, the river that is in Jannah. فَصَلِّ رَبِّكَ وَانْحَرْ So pray for your Lord and sacrifice for him. إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ Indeed, the one who is hating you, the one who is detesting you, he will be the abtar, he will be the one with no progeny, with no grandchildren. كل المستهزئين به في حياته كانت الآيات تنزل تدافع عن رسول الله ﷺ فَسَيَكْفِيكَ هُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Every time people, they try to mock him, they try to belittle him, they try to deride him. Allah Ta'ala, the Almighty used to reveal to him the verse that Allah Ta'ala will suffice you from their blood, from their harm. And he is the all hearing and he is the all knowing, subhanahu wa ta'ala. حتى المندسون معه ممن كان يتظاهر بالإسلام لكنه كان عدواً في قلبه لرسول الله. واليوم قاعدين نشوفهم أيضاً أناس يتظاهرون بالإسلام لكن في قلوبهم حقدٌ على الرسول وعلى منهج الرسول وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله يحذره منهم ويفضحه لهم. حتى المسجد الذي بنوه أمره الله ألا يصلي فيه لأنه مسجد عدو لله ولرسوله كان الله يمنع نبيه عن كل أدى سيحصل له والله عصمه من الناس. الله أكبر. سبحان الله لك. إذا كنت بالحسن الحسن لك أن الله تعالى، أنه يتاولى أنه يبالى سنة الرسول على هبكريات الذي كان لقلقه حدده في يجب أن يتحققه في تحسن المسجده أو تحقق ازدعوه أشهد صلى الله عليه وسلم. كي نظروا في المنافقين عندما يوسعوا الموسكة الدراء، الله تعالى وقد ترفعهم هذا أعرضهم. الله تعالى عدد أفلهم وإذن الله تعالى أفلهم. الله تعالى أخبرهم، كيفية التحكمة عليهم، كيفية الأسطلقهم، ليس فقط في حياته بل حتى بعد مماته حتى في زماننا هذا كثير من الناس ممن يتكلم على رسول الله وقرأوا التاريخ ممن تكلم في النبي أو طعن فيه صلى الله عليه وسلم إما أنه في نهاية الأمر اكتشف خطأه وتاب إلى الله عز وجل وصار مدافعاً عن رسول الله بعد أن كان في البداية محارباً لمنهجه أو أخزاه الله عز وجل بعقوبة في الدنيا قبل الآخرة وقرأوا التاريخ وانظروا إلى الناس تجدون العبر لدول وجماعات وأفراد ومؤسسات وأحزاب تولت حرب رسول الله كيف أخزاها الله عز وجل وقرأوا التاريخ وانظروا إلى نبي صلى الله عليه وسلم ستجدون الله تعالى وقرأوا إلى نبي صلى الله عليه وسلم أما نصرته من قبل نصرة النبي عليه الصلاة والسلام فبالرغم من أن رسول الله ومنهجه وسنته منتشرة ولا حاجة لها بنا إلا أننا نحن المحتاجون لنصرة رسول الله وليس رسول الله رسول الله ومنهج وسنة منتشرة وباقية في الأرض ليست بحاجة إلينا لكن نحن من بحاجة إلى نصرة رسول الله وسنة رسول الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة of our Prophet ﷺ and likewise the teaching of him صلى الله عليه وسلم and him صلى الله عليه وسلم is not in need of us to support him is not in need of us to defend him because Allah the Almighty defended him Allah the Almighty spread his Messiah صلى الله عليه وسلم and spread his deen throughout this earth but we are in need of participating in this good action in this good deed we are in need of defending Him to gain the reward and to truly confirm our belief and our love to Him صلى الله عليه وسلم وهذا من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندافع عنه عن ذاته وعن منهجه وعن سنته قال الله إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً الله تعالى the Almighty sent for us as a messenger with glad tiding with mercy and with all the blessings to the people and what تعالى told us that our action and our response should be that we should respect him we should always regard him high and we should always glorify Allah تعالى by day and night it is our role to defend him صلى الله عليه وسلم it is our role as Allah تعالى in the Quran described that we should always defend his repute صلى الله عليه وسلم as Allah تعالى the Almighty is doing that وإذا أردنا أن ننتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الاستهزاء لن يتوقف كما قرأنا في التاريخ وأخبرنا الله عز وجل وسيظل العداء لأن تقوم الساعة لكن السؤال إذا أردنا أن ننتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ننتصر له وكيف نذب عن دينه ومنهجه وكيف نقوم بأشياء يأجرنا الله عز وجل عليها عندما يسب النبي ويشتم النبي ويستازه بالنبي صلى الله عليه وسلم السؤال كيف ننتصر لرسول الله How can we defend the Nabi صلى الله عليه وسلم in this time when people are attacking him How can we reflect the best image of his deen صلى الله عليه وسلم in a basic manner How can we defend him صلى الله عليه وسلم What is the best route, the best way to defend his name صلى الله عليه وسلم أهم نقطة في هذا الباب أن ننتبه أن لا يؤدي دفاعنا عن رسول الله وعن منهج رسول الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يؤدي إلى ضرر لمنهج رسول الله وسنة رسول الله أكبر من الضرر الذي حصل يعني أنا أحيانا أريد أن أدافع عن هذا الدين وأن تصر لدين الله وأحمي دين الله فأقع في أمر قد يضر دين الله عز وجل أكثر مما كان الضرر موجودا ولهذا لا بد أن ننتبه إذا رأنا ننتصر لرسول الله على منهج رسول الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم If you want to defend the Nabi صلى الله عليه وسلم we must defend him from his sunna we must defend him from his guidance صلى الله عليه وسلم using the same way that he used to do صلى الله عليه وسلم and the companions used to do صلى الله عليه وسلم may Allah be pleased with them but therefore when we defend the Nabi صلى الله عليه وسلم we must defend him in a way that will not bring more harm upon his name صلى الله عليه وسلم or his reputation صلى الله عليه وسلم so we have to be careful in the way how we defend his name so we don't send a wrong message or we don't cause more harm on his reputation صلى الله عليه وسلم كان من الحكام الشرعية والحدود أن يقيم الحد على بعض المنافقين الذين حوله ممن يصلي معه ويخرج في الجهاد معه لكنه ارتد وطلب الصحابة من رسول الله الإذن لإقامة الحد عليهم لأنه كان ولي الأمر الرسول عليه الصلاة والسلام منع النبي إقامة هذه الحدود لسبب واحد تعلموا ما هو السبب؟ قال أن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه هناك هدف أكبر من تطبيق حد فقط هناك هدف أكبر من تنفيذ شرع جزئي أمام مصلحة كلية قد تمثل إسلام نفسه شوف الكلمة الجميل ألا يتحدث الناس اليوم لو تقول حق بعض الناس طيب يمكن هذا الأمر يضر ممكن الناس لما تتكلم إيش علينا من الناس إيش عليك من الناس أنت في النهاية تريد أن تبلغ دين الله لكل الناس لكل البشر حاول أن تفهم أن بعض المرات امتصار لرسول الله وليسنة رسول الله يضر دين الله أكثر مما ينفعه سبح الله تعالى سم هستي بيبو سم هستي بيبو They may do some actions that will cause more damage to the reputation of R.S. His reputation and his name by their hasty actions and hasty reaction Remember that the R.S. used to be in Medina and he used to be with some of the hypocrites around him and they used to actually violate the deen of Allah Ta'ala and they used to betray the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam but despite this they were eligible to be killed actually but the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam used to say to the companions don't touch them, leave them although they deserve that because I don't want people to say that Muhammad will kill his companions look at him, he used to be very wise and he used to look at the bigger picture all the time look at the reputation of the deen of Allah Ta'ala the reputation of him, his name Sallallahu Alaihi Wasallam and he used to do his best to ensure that people will have time to accept his deen and his message in a very smooth and very peaceful way and they used to look at them and they used to be a possible way and they used to do it through this and they used to be the best كل ما تفعله من كتابة باسلوب مؤدب بليغ من نشر رسائل من نشر فيديوهات من المناقشة من المجادلة بكل قوة افعل كل ما تفعله ولكن اعلم اعلم نقطة مهمة أن الجمهور الأكبر من الناس ليسوا مشاركين في المعركة ليسوا ممن طعن برسول الله وليسوا من فئتنا الذين ندافع عن رسول الله أكبر جمهور يتابع جمهور لا علاقة له بالموضوع هو ينظر في النهاية إلى الأخلاق التي يتعامل فيها كل طرف في الذب عن طريقته وتفكيره هؤلاء يدعون الحرية لكن كيف ترد عليهم بمنطق سليم بتفكير صحيح باسلوب مؤدب ولو كان قويا لكنه مؤدب محترم الجمهور الأكبر سيتابع وسيقرر في النهاية أي الفريقين أسلم أنت بالنسبة لك تريد أن تجعل كل الناس في صفك تذبע الرسول الله الله أكبر شيخ يقول أن أنك مرتبف الناس صلى الله عليه وسلم هو مثل مرتبفة الله ومرتبفة الله ومرتبفة البيان و guardiansها ومرتبفة paradحلال ومرتبفة ده ومرتبفة أيضا 對不起 وليس لكن مرتبفة slide هذا هو مرتبفة هذ في مطلع ماناً تشويناً النا Lauren wikkala أكثر من المشاركين بعض الأشخاص لاكثر مشاكلة لذا إنهم نرى نحب اللغة في الصعيدة على صحيح وشاهدنا على قطارنا حيث نساء صحيح حيث أن تؤمن أنما ستجنب تجنب سلطة لأنه مقلعة لذا سنكون محققا فيه فإن ونحن نقرأ في التفرصات يجب أن نقرأ فيه إذا كان يجب أن نقرأ فيها إذا كان يشكر في نفسية وجهته إن نبدأ معنا علاو manسيات في برواباتهم بيجب ان نقل إن نقام حقا ويجب أن نقام الاسبال ويجب أن نرى وانقصه ويجب أن نرى الاشترافه وانقصه 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 شكرا ونحن نتعلم أي طرح المقصصة منذ أفضل أموره ونذكر أن لن نتعلم المقصصة للقل منه 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 وليس منه منه ومن يزعم أن هذه الأعمال المدنية الحضارية لن تنفع ولن تجعل الخصمة يتوطف عن فعله فهو مخطئ يكفي هذه الأيام القليلة المعدودة التي مضت الشعوب الشعوب لوحدها لما تحركت ونظمت أنفسها اقتصاديا وتوقف كل شخص بنفسه عن شراء بعض البضائع انظر كيف هز هذا الأمر دولا بأكملها أنظمة بل اتحاد أوروبي كل يتداعى للوقوف أمام هذا الفعل لأن الفعل هذا لوحده لو استمر كفيل أن يجعل الخصم يتوقف ويلقنه درسا عبرة لمن بعده هذا مثال من الأعمال المدنية الحضارية مؤتمركم هذا مثال جميل أن نظهر من هو رسول الله رسول الله لا يصورونه فقط في أيام المعارك والجهاد رسول الله عنده من صفات وعناصر الرحمة والإنسانية التي تفوق اليوم الدعوة الإنسانية رحمته بالنساء بالرجال بالمخالف بالعدو بالحيوانات بالبشر كلهم حتى عدائه رحمته بهم صلى الله عليه وسلم هذه لو تظهر في فيديوات بلغات متعددة بإخراج جميل بوسيلة إنتاج يعني مكلفة لكنها جيدة وتنشر وتسوق ولو بالمدفوع للعالمين أنا أظهر هذه من أعظم وسائل نصرته صلى الله عليه وسلم الله أكبر الشيخ السيين أعظم وسائل نصرته صلى الله عليه وسلم at the end there is an impact of this there is an impact of this there is a good result of this and the sheikh is saying let's try to do or to adopt methods that are civilized methods that are very civil methods that are not aggressive methods that are always from the sunnah of Muhammad صلى الله عليه وسلم and let's as well produce articles let's produce clips about his his attribute صلى الله عليه وسلم and his منس صلى الله عليه وسلم his mercy because people they try always to relate his name associated with the with the jihad or with fighting and so on and so forth but look at his life صلى الله عليه وسلم if you look at his life you will find and I will add this from my whole translation I will add that during his life allow me sheikh during his life you will find that that less than 400 people were killed throughout his message صلى الله عليه وسلم so he was not there to spread to kill people or to be aggressive towards them he was there as a mercy to mankind throughout his life 23 years of his message صلى الله عليه وسلم only 4 other people were killed but he was a mercy to all of humanity when he sent him he said to him وما أرسلناك إلا رحمة للحالمين we have not sent you محمد except as a mercy to all of humanity and that's what the sheikh is saying that let's produce and let's relate this attribute to people let's try to talk about his mercy to the children his mercy to the women mercy to the elderly mercy to the Muslims mercy to his enemies صلى الله عليه وسلم because him صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم was a role model he reached the peak of excellence and this attribute and mercy صلى الله عليه وسلم من الله تعالى قذر رسول حتى لنطيل في الوقت أيضا من الوسائل المهمة جدا جدا في عصرنا استخدام القوانين القوانين الدولية والقوانين المحلية يجب استخدام هذه القوانين ورفع القضايا والبحث عن المواد المسعفة لإيقاف مثل هذه الهجمات ليس فقط اليوم حتى مستقبلا ينبغي أن نستخدم هذه القوانين سواء إذا كانت دولية إذا كانت محلية إذا أيضا الضغط على المجالس البرلمانات لإصدار بعض التشريعات والقوانين التي تمنع لننا نعيش اليوم في دول تحكمها القوانين لا تستطيع أن تكفر أن تفرض على الناس رأيك لكن القانون يستطيع أن يفرض على الناس رأيا محددا أو حكما محددا اسعوا من خلال المؤسسات وأفراد ومكاتب محامين أرجو رجاء أن يبحث هذا الأمر كما فعل غيرنا من ديانات أخرى حموا دينهم من خلال القانون ولا يستطيع أحد أن يتكلم عليهم بالرغم من قلتهم لكنهم عرفوا كيف تؤكل الكتف وكيف يصلون لحماية دينهم من خلال القوانين يجب أن نسعى من اليوم مستقبلا أن نمنع أي تعرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقانون حتى يكفى الناس عن شرهم الشيخ يقول أننا يجب أن نسعى نحن 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 أن نحن 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 الج hikeامائيا ان تعتقد الأمر بين الأنم قال أ efficiency أن نحن تتذهب لحيرنا نحن 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 مجرم 94 and defend or protect the prophets from any insult and let's pressurize on this regard and let's do our best in this regard let's try to see if we have lawyers who can take initiatives in this matter but let's utilize the law in defending the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam like many people or other followers of other religions did and they protected their Deen and their belief لنفعل نفس الشيء لأننا نحن نحن في المنظمة الحالة نحن نستخدم الحالة شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً أعرف كم شكراً جزيلاً لنحن نحن 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 في الخبرة لم يكن هناك الكبيرة لكنه سبـهانه وتعالى و أعرف أننا نترككم كلنا نقول لكم سلام عليكم وذلك لن نقوم بشكراً من السلوات ونحن مجدداً ونحن قلت بالتسجيل لنضعه وإن الله سبحثه وعنه بذلك كان مرهان وفضل ونحن نحن 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 ونحن نحن نحن سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد